موسيقى كان لقاءنا امبارح في الانجيل عن قولة سيد المسيح له المجد انا هو الطريق والحق والحياة بعد ان كشف لنا في كل هذه الاسابيع الماضية ما وضعوه لنا الاباء القديسين بارشاد الروح القدس هو الخبز الحي نازل من السماء هو نور العالم هو الينبوع الماء الحي هو الطريق والحق والحياة رسالتنا النهاردة يا حبائي عن الرجاء لعل الفترة طالت والانسان ابتدى يتعب يبتدى يمل يبتدى يخاف بل اقول ابتدى انه هو يضطرب من الكلام بمعنى الاخبار بتتناقل انه حتى من المسؤولين يقال انه هذا الفيروس حيفضل على طول حتى لو تلقى ليه لقاح مدى صحة هذا الكلام او مدى اه عدم صحته مش هو ده الموضوع اللي يشغلنا يا حبائي ولا هو الموضوع اللي يتعبنا ولا هو الموضوع اللي هو يخلينا نضطرب عشان كده موضوعنا النهاردة بنعمة المسيح التلاتة ايام الجيين عن الرجاء باب الرجاء هذا الطريق قال عنه معلمنا بولس الرسول الطريق اللي هو السيد المسيح له المجد قال في رسالته الى العبرانيين فاصحاق عشرة فاذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين الله يفتح لنا باب للرجاء طالما هو الطريق والحق وهو فيه الحياة وهو مصدر الحياة اذا لنا بابا للرجاء يا حبائي ليس عجب ان يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانين ايضا الايمان هو الثقة بما يرجى والايقام بامور لا ترى باب الرجاء ده مسكور يا حبائي في الكتاب المقدس عن وادي اتكلمنا عنه قبل كده وادي عخور لو تفتكروا هذه العزة عن وادي عخور نهاردة حناقض ان هذه الاية بالزبط باب الرجاء في سفر هوشة اصحاح 2 وعدد 15 وأعطيها كرومة من هناك ووادي عخور بابا للرجاء وهي تغني هناك اللي ما تابع معانا قبل كده حرجع للاصل بتاع وادي عخور وادي عخور مسكور في سفر يشوع اصحاح 7 وعدد 26 بعد ما حصلت الهزيمة بتاعة شعب بني اسرائيل امام عاي وكان السبب هو في وسطك حرام يا اسرائيل لما ان يشوع رفع ايديه لربنا ليه ان ننهزم قدام عاي المدينة الصغيرة قال له كده في وسطك حرام يا اسرائيل وكان السبب واحد اسمه عخان ابن كرمي يقول عن ليه يشوع قال فقال يشوع كيف قدرتنا يعني ليه اهلكتنا ليه خلتنا نعيش في هذه الهزيمة يقدرك الرب في هذا اليوم فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة فرجع الرب عن غحمه وغضبه لذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور الى هذا اليوم اي وادي التقدير او وادي الهلاك اذا حتى لو كان قدام الانسان طريق او هو عايش في وادي هلاك الله اليوم يفتح لنا بابا للرجاء يا حبائي تعالوا نشوف امثلة من الكتاب المقدس بتورينا كيف يفتح الله بابا للرجاء ودي في حد ذاته رسالة تعيننا جميعا يا حبائي فتوى في هذه الايام او في ايام غربتنا يعقوب يعقوب ابو الاباء كان هارب من وشه اخوه عيسو وفي في بيت قيل نام وشاف حلم السلم سلم من الارض الى السماء والرب واقف عليه يقول يقول كده قال له كده في تكوين 28 وعدد 12 وها انا معك لا اتركك كنا يوم السبت بنتكلم انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك هنا رسالة اخرى للرجاء هنا وادع خور انسان هربان انسان خايف انسان في صحرة ينام الله يسهر ليه رسالة رجاء ها انا معك لا اتركك وحدك ولا اتركك يبقى اذا وادع خور يكون يتحول الى باب للرجاء يوسف يوسف في سجن فرعون كان مظلوم وهو بريء اسرع اليه واحد من الضباط بتاع فرعون عشان يفسر الحلم بتاع فرعون وهنا كانت النتيجة انه يجعل يوسف الرجل الثاني بعد فرعون بعد ما اتحط في السجن ظلم بعد ما اتباع من اخوته بعد ما اترمى في السجن واتنسى في السجن لمدة ثلاث سنين كل دي وادع عخور قدام الانسان وادع هلاك مفيش رجاء مفيش امل لكن يأتي الله ويفتح باب للرجاء في برية سيناء والشعب ماشي جات في برية سيناء قبل ما يدخل موسى بالشعب هناك تكون في العقارب وفي الحياة عقارب وحياة يعني هلاك يعني زي وادع عخور لكن يصحر ليه وراء الله في جبل حريب والنار تشتعل في عليقة ويقوله كده انا اكون معك من واده هلاك من برية قفرة من برية فيها حيات وعقارب اصنع حية نحاسية كل من ينظر اليها يشفى من ثم الحيات ايه ده حتى الوقت اللي هو احنا بنسمع فيه بالألفات الناس الوصل مش حقول الوصل كامل عدد الوفيات في كل العالم واده هلاك في وصل ده كله احبائي الله يفتح بابا للرجاء اوعد خاف طمن انا معك يقول رب المجد يسوع في هيكل اوروشاليم يمسك الفرسين احجار عشان يرجموا بيها امرأة خاطئة هلاك ليس هناك منقز لكن موجود المنقز باستمرار الرب يسوع يبكتهم من منكم بلا خطيئة فليرميها اولا بحجر ويخلص المرأة من وادي هلاك كان ممكن تهلك من وادي عخور لكن يفتح بابا للرجاء اخيرا وابن الانسان نهارده نهارده بلتزاد بقولك يفتح بابا للرجاء يفتح بابا للرجاء واد الهلاك يحول الى باب للرجاء واد الازعاج والخوف يحول الى باب للامان وباب اليأس يحول يفتح الى باب الرجاء ما اجمل الايات اللي قال عنا معلمنا بوليس الرسول سلمنا فصرنا نحمل اكتر من كده اقول لك اخر اية في مزمور 103 بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته ليه الذي يشفي كل امراتك الذي ينقذك الذي يرفعك اللي بيرفع من جب الهلاك يحول الوادي الهلاك الى باب للحياة يا حبائي مسيحنا القدوس القائم من الاموات دائما هو باب الرجاء المسيح رجاء كل الامم قال عنه معقال عنه معلمنا بوليس الرسول عيش بهذا الرجاء عيش بهذا الايمان مهما كنت عايش في وادي حواليك كل هلاك كل ظلمة كل اضطراب كل انزعاج كل خوف هناك باب الرجاء يحول اعطيها كرومها من هناك وبعد عخور بابا للرجاء مسيحنا مسيحنا قدوس معانا في رحلة حياتنا له كل المجد والإكرام والسجود من الان وإلى الابد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر